السلام عليكم ما هو هذا القانون الذي سوف يفرض علي أنا نخلص الحماية الاجتماعية سواء التغطية الصحية أو نخلص على فلوس الدراري باش نشدهم أو نخلص على التقاعون وأنا ما خدامش وأنا ما عنديش مدخول هذا القانون كاين وغادي يتطبق وكي يتطبق كيفاش أنا ما خدامش وما عنديش مدخول وتفرض علي نخلص واش ما شيب هالطريقة الحكومة كتكب المفرملة ولكن ما كنشوفه في الصورة اللي مرايال غتوصل لواحد طريق مستود اللي غتعلن فيه فشل السياسة ديالها لتطبيق هذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية هاد الشي اللي غنعرفوه هاد الشي اللي كنشوفوه أنه جاي بالتأكيد إذا استمرت هاد القوانين اللي غتفرض علي الناس ما عندهمش مدخول يخلصوا إلى الحماية الاجتماعية كما قلت بالأركان ديالها بثلاثة سواء التقاعود ولا فلوس الدراري ولا التغطية الصحية اللي كتتخلص دابا اللي معروفة على الحماية الاجتماعية التغطية الصحية كمثال راهة كانت من الفين وخمسة كانت عند الناس قجرة والعمال والموظفين سواءنا في القطاع العام اцииًا قدامين في الإدارات أصلوا موظفين الناس لي للتعليم الأجارة في القطاع الخاص اللي يخدمين في الشركات ولي يخدمين عن شي جاوكا تدكراري به من 2005 وما عندهم تغطية صحية هالتغطية الصحية كيفاش كتتخلص كتتخلص على أساس شحال كتدخل شحال مما كتطلع الخلصة ديالك سواء كتموض ضفوا لأجير شحال مما كيطلع من نسبة لكتخلص وهي في العموم من نسبة للتغطية الصحية هي 6.37% إذا واحد كيشد 100.000 ريال كيقطعولو 6.000 وشي حاجة من ديك 100.000 ريال لالتغطية الصحية ولكن أجي هداك الموضف ولا ديك الآجير في القطاع العمول وقطاع الخاص لما كيخلص ديك 6.000 كلها يخلص فيها غاشي ألفين وشي حاجة الشركة ولا الدولة اللي كان خدام كموضف هي اللي كتخلص عليه الربعالة في الأخرى ولكن احنا ما كيهمنا شهد شي اللي كيهمنا هو أنه التغطية الصحية على أساس المدخول فكيفاش دبكين ناس سواء من الفئات بجوج اللي غنتكلموا اليوم اليوم الناس اللي خدامين عن دراسهم اللي ماشي أجارة ما خدامين عن حتى شي واحد عندهم عمل حر عندهم مهنة ديالهم فلاحة صنع تقليديين تجار سميهم كما بغيتي هاد الناس تفرض عليهم على أساس واحد المدخول جوزافي كل واحد داروا له قالوا المنتهي ممكن أن تدخل هاد المدخول هاد وغتخلص فيه 6.37% ولكن آجي نقول لي هاد الفلاح مثلا انت اللي فرطت عليه التغطية الصحية دابا وغتفرض عليه نخطح تفت تقعود مستقبالا واش هاد الفلاح مثلا اللي عنده واحد الأرض بورية وما تحتشت وما زرعش وما أعططو الأرض حتى شي حاجة إذن ما عندوش مدخول واش غتفرض عليه يخلص على أساس واحد المدخول ما عندوش هوا جاء عندو الأرض وفلاح واش واحد صائق مهاني عندو البطاقة ديال الصائق المهاني مثلا أنا كان أعطيكم أمثلة هاد صائق المهاني عندو بطاقة صائق المهاني وفرطي اللي خلصتها وحد مية وعبعين ولا مية وخمسين درهم وكي يخدم شي فور ذيك البطاقة خدم في الطاكسي اليوم شهر شهرين أحبسوه من الطاكسي خرج غالس شهرين وطلت شهر ما خدمش ولكن حيث عندو البطاقة كتحسب علي هذه الشهورة وخما كي يصورش فيها إذن كي يخلص تغطية الصحية لو المدخول ما عندوش وكتخيروا أنت ما بينجوش حويش يا إما يمشي شطب على ذيك البطاقة المهانية وبلا بها ما غير يلقاش خدمة اللي كي يقلب عليها هو قلس شهرين وطلت شهور يا إما يبقى مخليها ويخلص على شي مدخول ما عندوش لأنه ما خدامش أمنين تكلمنا على الأجارة أو الموت طافين يلوقف واحد شهرين وشهرين خرج من الخدمة غالما كي يخلص تريال لأنه ما تتمش تصرح به الشركة اللي كانت تتصرح به ولا الدولة منيك تحبسوه كتحبس تصرح ما تيبقاش يجيل خلاص وكيبقى مستمر يستافد من التغطية الصحية واحد لمدة بما يلقى الخدمة مثلا هذا بالنسبة لفئة الأولى كما قلت الناس اللي خدمين عند رأسهم أراهم غادي تظلموا خصوصا الناس اللي ما عندوش واحد دخل مستقر ما زال كي اللي عندو واحد المحل تجاري خدم طول العام عندو واحد المدخول مستقر متتافق معاكم واحد عندو عمل حر مستقر عدول ولا طبيب ولا مهندس ولا محامي هداك ماشي مشكيل عندو عمل مستقر كنت تكلم على الناس اللي ما عندوش مدخول مستقر نعطيتكم مثال فلاح الى جلجافة وما فلاحش والأرض ما أعطاتو حتى شي حاجة مني غايجي بباشي خلصك تكلمنا على الصائق المهين نعطانهم بمثال تكلمنا على صناعة تقليديين تكلمنا على بزاف الفئات ما عندوش دخل مستقر ما ضامنش انه كل شهر يخدم بل كين منهم لشهورة في حبس ما عندوش مدخول بالنسبة الفئة الثانية اللي حتى هي عندها الحق تسول شنو هاد القانون اللي غير يفرض عليها نخلص وانا ما في حاليش وانا ما عنديش وانا ما خدامش قعب الأساس يمكنني لتكلمنا على الفئة اللولة ديال العمال غير الأجارة ولا الناس اللي خدامين عند راسهم كي يخدم ويوقف من حقو يطلب انه من يكون حابس ما خدامش ما يخلش تغطية صحية ويبقى يستفد منها أما هاد الفئة هادفة هي ما خدامش قعب ما عند حتى شي مدخول وغير تفرض علي يتخلص على أساس القانون اللي يدار دابا ديال ستين تنين وعشرين اللي غير يدار على أن أي واحد جاء المؤشر طالع وما كيستفدش من المتضامن الناس اللي غير تخلص عليهم الدولة وهو ما خدامش عنش يجيها باش تديكلاري به وهو ما خدامش عند راسه باش يخلص على راسه ولكن جاه المؤشر طالع غادي يخلص على أساس القانون ستين تنين وعشرين ومنين تكلم عليه وزير الصحة قال لك هادا الدل واحد في أقليلة هي النس اللي عندهم شي ورد نس اللي عندهم شي مدخول نس اللي عندهم شي أملاك الأجانب اللي عايشين في المغرب ومخدامين شهدهم بقوا يستفدوا الجالية وخانا بغيت نعرف هاد الجالية كيفاش غايديرو يطبقوا على التغطية الصحية وهي عندها في البلاد فين عايشة على برا ولكن راكين بزاف دلناس دابا كتلقاه مخد دم مرد دم ما عنده ورد ما عنده أملاك ما عنده مدخول وجاه المؤشر طالع واش حتى هاد الناس هتفرض عليهم يخلصوا وخا ما عندهم شي مدخول اللي هو الأساس ديال أي خلاص للتغطية الصحية أي خلاص ديال التغطية الصحية كيكون على أساس اللي عندك شي مدخول كتخلص واحد نسبة منه كان خيرات في التغطية الصحية الإجبارية ما عندكش مدخول راه ضرور يخصك تستافل بشكل تضامن كما كيستافلوا دابا الناس اللي كانوا فراميد وتحولوا لأمو التضامن ولكن بزاف الناس غيمشوا في الرجلين على أساس القانون ديال ستين تين وعشرين إلا ما تلقالهش حل ولي تلقى حل لهذا المؤشر اللي كي يجي طالع بزاف الواحد الفئات اللي ما عندهش مدخول وما عندهاش أملاك وما عندهش ورث وجاه المؤشر طالع وغيرت تفرض عليها تخلص إلا يا إما الحكومة قصت راجع على القانون ستين وعشرين وتعرف أنه أي واحد عنده مدخول ولي يخلص مشي أي واحد جاه المؤشر طالع لأن المؤشر ما بقاش مقياس ركينا عيالات ورجال كبار في السن وآراميل حيث تجلب واحدهم جاههم المؤشر طالع ما عندهم لا كرة ما عندهم لا أملاك ما عندهم لا ورث ما عندهم لا مدخول ما عندهم حتى الموعين عيشين عبر إعانات ديال المحسنين وجاههم المؤشر طالع إذا الحكومة ستراجع على القانون ستين وعشرين مشي أي واحد جاه المؤشر طالع خصو يخلص ولا تراجع طريقة باش كي يخرج المؤشر ولا الطريقة باش كي تحسب التنقية اللي كي يعتمد بالأساس على أنه ستكونوا بالزبدي للناس باش يجيكم لمؤشر هابط فأي واحد بوحده وخما في حالوش غي يجي المؤشر طالع وبالتالي حسب القانون ستين وعشرين اللي تصوت عليه وكانت سينه غير نصوص تنظيمية اللي غادي تقول لنا كل واحد شحال ما جاب في المؤشر شحال ما غي تحدد له المبلغ اللي غي يخلص في التغطية الصحية ومن بعد غي يخلصوا يخلص حتى على فلوس الدراري وغي يخلصوا يخلص حتى التقاون كنرجع نقول الموضوع دي للفيديو شنو هو هاد القانون الظالم اللي غي يفرض علي وخا أنا ما خدامش وما عنديش مدخول وما عندي لأملاك تلور ثلاثة حاجة وحي تجاني المؤشر طالع بسبب طريقة اللي تنقيت اللي ديني انتم في السجل الاجتماعي الموحد غي تفرض علي نخلص وشنو هو هاد القانون الظالم اللي أنا حرافي مهاني فلاح سائق عندي خدمتي خدام عن دراسي غي تفرض علي نخلص كل شهر وخا أنا كين شهورة كتيرة في العام اللي ما كنكونش خدام فيها وما عنديش فيها مدخول وإلا بغت الحكومة توصل بهذا القطار في الورش الحمية الاجتماعية للمحطة دياله الاخيرة وتنجح فيه وما توصلش كما كتشوفوا فهذا الصورة اللي مراي الطريق مسدودة رخصة راجعة القاونين هدو تحية لكم الله يعونكم